سبحانك يا لا إله إلا ألا الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب سبحانك يا لا إله إلا ألا الغوث الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج تجليات فقهية نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر الاتصال مباشرة على هواتف البرنامج والظاهرة أسفل الشاشة وإلى حين ورود اتصالاتكم إلينا نقرأ عليكم بعض الرسائل التي اخترناها بعناية لكي تبث على وقت البث المباشر من هذه الأسئلة سؤال للأخ أحمد يقول فيه يقول خرج من إصبع دم وأجلت غسل هذا الدم وذهبت أتوضأ ونسيت أن أطهر الدم قبل أن أتوضأ ما حكم الصلاة طبعا الدم إذا كان على الجرح فوق الجرح تارة يكون على شكل سائل يعني ممكن يسيل وتارة يكون متجمد يعني متخثر فعلى النحوين سواء كان سائلا أو متخثرا إذا غسلت بالماء وانقطع الدم وتوضيت لا إشكال في وضوءك كل ما هناك وأنه ترجع يعني إذا شفت الدم مرة أخرى ترجع تغسل إيدك أو تغسل إصبعك المجروح من الدم هذا هو الحكم مو أنه تعيد الوضوء أو تعيد الصلاة لا أنت اكتشفت بعدين أنه هذا ما زال أكو دم هنا فقط تغسل إيدك من نجاسة الدم فقط هذا بالنسبة لهذا السؤال هناك سؤال آخر زينب زينب تسأل تقول إذا سمع أو استمع رجل أجنبي لصوت أمرأة وهذه الأمرأة تقرأ العزاء فإذا سمع رجل صوتها أثناء قراءتها لدعاء أو حديث أو لطمية هل هذا جائز أو لا طبعا هنا ينبغي أن نفصل في هذه المسألة أولا بالنسبة للمرأة قبل أن نذكر الرجل أكو توصيات بالنسبة للمرأة المرأة اللي تلقي محاضرة مثلا محاضرة علمية دينية أي محاضرة إذا كان هذا وظيفتها فهذا جائز لها أن تلقي المحاضرات باعتبارها وظيفتها نأخذ هذا الاتصال ثم نرجع أبو عباس من بابل فظل يا أبو عباس أهلا وسهلا ومرحبا أعظم الله لك الأجر إن شاء الله فظل أبو عباس شن سؤالك سيدنا عندي والدي نعم 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 تذبح طلي نعم فهذا ما عندهم كانية سيد السوء السناء لحم سيد يعني قصدك تحول النذر مالتها من ذباحة الطلي أو الخروف إلى أنه تشتري لحم نعم تشتري لحم زين هي ناظرة بالصيغة الشرعية يعني قالت مثلا لله علي نذر أن أذبح طلي في ذلك اليوم هيتشي بهالصيغة ناظرة لو ناظرة بنيتها بنيتها أنا أتوى عشاء لوجه داوة مئة المؤمنين بلتشادة مئة المؤمنين يعني مو نذر بالصيغة الشرعية هذا اللي أنا ريد أتأكد من أنه هي على نيتها سيد على نيتها نعم هي بنفسها تقدر تغير هاي النية مالتها من ذباح الطلي إلى أنه تطبخ لحم مثلا نعم أي هي نعم هي بنيتها فهي لازم تغير هي تغير نعم أي نعم بل الله يخليك أبو عباس أهلا وسهلا ومرحبا بك محمد من بابل أيضا تفضل أخي محمد على حبيبي يا أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ محمد فضلو أخي حبيبي الله يخليك يا عزيزي فضل الله يسلمك أبو عباس أبو عبيبي تتقل تقول نعم تقول عده دينة ما عرف شنه باعتها وشكا ديها مونة غاية شنه وهي اللي بايعتها دين دين ما عرفه يعني هذا شون زبد أو هتشي وشكا ديها مونة غاية ديهن حر قصدك يعني اي اي صح هي تبيع هذه الاشياء يعني اي اي بس فضل وشكا شنه شكا ديها مونة غية يعني شنل الحال وباعتها هي اي صح مجرد شيك لو تدري انه هي هذا مو نظيف اخ محمد تقول مجرد شيك يعني شاكة بيه اذا مجرد شيك اذا مجرد شيك ما علي هالشي اذا متأكده اذا متأكده لازم كون تتبارد ذمه ويلي باعته المن باعته مثلا تتبارد ذمه وياه ونقل له مثلا انا بعتلك شي مثلا مو نظيف نجيس ايه ما يصير تتبع مثلا الفلوس الفقيل مثلا شيك لو لا اذا هي مجرد شيك فهي ما عليها شي باعت اذا اذا ادري بيها الحاجة اذا ادري اذا تدري بيها لازم كون تروح للي باعت الهي اتقل له انا بعتلك شي نجيس هاك تفضل هاي فلوسك ايه تقول ما عرف اللي باعتها علي ما تعرفها ما تعرفها بالي ايه المبلغ اللي اللي باعت بي تصدق بي على الفقراء ماش ممنون شخنا الله يخليك يا عزيزي اهلا وسهلا ومرحبا حبيب حبيب مشكوك بني ابو سعد من بابل فضل يا ابو سعد اهلا وسهلا ومرحبا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا ومرحبا بيك يا ابو سعد اتفضل سيدنا الغالي الله يخليك الله يخليك شنو سؤالك ابو سعد ممكن توضيح على المبعث النبوي والاسراء والمعراج انه للناس ممكن المبعث النبوي والاسراء والمعراج ذني موضوعين مو موضوع واحد الموضوع الاول اكترنا المبعث النبوي يقصد بي نزول جبرائيل عليه السلام وعلى نبينا ابو ظل الصلاة والسلام حتى يبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان ينشر دينة او يخرج الى الناس ويقول انا نبي هذا هو اللي نسمي احنا بالمبعث او يوم المبعث اما الاسراء والمعراج يختلف الاسراء والمعراج موضوع يختلف عن موضوع المبعث النبوي هذا موضوع وهذا موضوع اخر الاسراء والمعراج قصة ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الى قريش في الحقبة السرية او كما يصطلح عليها هكذا انها زمن الدعوة السرية كما مذكور في الكتب يعني بعد المسلمين بعدهم ما ناشرين الاسلام علنا في مكة ذكر انه اعرج به الى السماء وكذا وكذا القصة المعروفة في الروايات هذه تختلف عن يوم المبعث المبعث هو نزول جبرايل وتبليغ رسول الله ان يصدع بدينه ان ينشره امام الناس اما الاسراء والمعراج لا هذه الرواية تختلف عن هذه الله يخليك يا عزيزي اهلا وسهلا ومرحبا بي نعم من بغداد الاخ سعد تفضل يا سعد السلام عليكم سيدنا عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا ومرحبا تفضلوا سيد على مد تعامل الورق بالبينار نعم قلو نعم وياك تفضل اخ سعد سيدنا اكو تعامل عندنا هنا في الورق الامريكي بالدولار العرافي الدولار الامريكي بالدولار العرافي اي نعم بالآجل بيع وشرة يعني اي هو يجي دولار بالآجل ما يخالف بالآجل يعني بيع وحتى نحدد حتى نحدد بالضبط النوع المعاملة شنو مرتين واحد يروح يشتري او يبيع الدولار يعني بالآجل يقول مثلا انا ابيعك الدولار مثلا لا لمدة شهر على ان تسلمني مثلا كذا مبلغ بالدينار العراقي بيع وشرة سيدنا سيد سيد هاتل عندنا البيع حتى يقول حتى الفتوة سيد السيد الثاني البيع الشان يصير الميت ورقة هذي حلقة مدر 25 مليون مع العلم هي سعرها دي سعر 18 مليون هذي حلالة بلي ردة لو موردة مع العلم هي بقى وعنت لو خليتني افصل لك حتى في سبيل تفهم وتعرف اخ سعد بس انت ما خليتني افصل لك عدنا نوعين من التعامل في هالمسألة مرتين دين انا انطيك هذا المبلغ دين لغاية ثلاثة شهر هذا ربا وحرام غير جائز ومرة لا انا ابيع لك هذا المبلغ بهذا السعر ولمدة ثلاثة اشهر بيع وليس دين البيع ما بي اشكال ومو حرام توضحت الان اخ سعد سيد اكو مسألة هم من تشرتنا مسألة اللي اللي ما يخلف ما عند خلصة اي يروح هذا ما يأخذ زوجته وتلقيه من نصف الزخر اخر لا غير جائز هذا هذا غير جائز لا هذا غير جائز اخ سعد هذا غير جائز سيد سيد اخو ما تشعر يقول حتى فتوة 2-2-3 سانة اخو لا لا غير جائز هذه فهمت بشكل خاطئ مو صحيحة هذه وعلى يعني الناس ان يتوخوا الحذر من هاي المسألة وان يحتاطوا الاحتياط مهما امكان في هذه المسألة هذا غير جائز بني سيد اخو انت مسألة الورق يعني انا عدي اشياء عدي ميت ورق هذي احنا هذي احنا 25 مليون مدة 3 شرعات يعني جاء ايه ايه بيع بيع لمدة 3 اشهر بالاجل يعني يطيك فلوسك وراء 3 شر ايه سمى بيع اما اذا دين لا الدين تختلف حرام الدين ربا بني يعني وشين صرقتين بين الدين والدين الدين تبقى فلوسك على حطتها يعني هي الميت ورقة تبقى ميت ورقة ولكن بعدين يسددك يسددك فلوسها بالعراقي تمام اما اه يعني اما البيع البيع لا من تطي انت تبيع لتقلت لبيع بيعتك هذه الماء اتورقة بسعر 25 مليون خلص بعد ما تستحق عليه ما تستحق عليه غير الخمسة وعشرين اللي يطيك اياها بعد ثلاثة شر اما الدين لا الدين لازم يرجع لك ميت ورقة نفس كنت ارجع انا انا ما ادخل باي المساء انا مساء العلماء بس بس مناقش يعني هو ليش حرم الله الضيب غير حتى لا تكون طبقة دي الاغنيان والسقراء حتى لا بس وين بالدين وليس بالبيع والشراء انا عندنا بيوت اخ سعد اخ سعد بس اسمح لي هذا التحريم كان في القرض والدين اما في البيع والشراء هناك اكو اشياء معينة بيها ربا مو بالفلوس انا اقدر ابيع ابيع مثلا 10 ملايين دينار عراقية ابيع المدة 3 شهر 15 ملايين دينار عراقية لا نفس العملة ما اصير كون عملة اخرى مغايرة بخدمتكم اهلا وسهلا ومرحبا بك اخ سعد اسماعيل من صلاح الدين تفضل يا اسماعيل السلام عليكم سيدنا عليكم السلام ورحمة الله الله يسلم الله يطول بعمرك سيدنا صح وعافية ان شاء الله الله يخليكم تفضل وشنو سؤالكم سيدنا بس على مد يوم 27 برجب شنو عمالها يعني فقط تسأل عن اعمال 27 من رجب اي 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 يعني بس تسحب بها بس فلات لو هم صوموا ياها لا صوم ايضا هذا لي يستحب الصوم اكو اعمال عامة واكو اعمال خاصة الاعمال العامة اللي هي الصيام مثلا يستحب صيام في ذلك اليوم هاي من الاعمال العامة من الاعمال ايضا يستحب بالغسل واحد يغسل في هذا اليوم من الاعمال ايضا مثلا صلوات معينة خاصة هاي تلقاها وتجدها بالتفصيل في كتاب مفاتيح الجنان او ضياء الصالحين ذن الكتابين مختصات او يعني هن يعني ذات اختصاص في مسألة الادعية وفي مسألة اعمال الايام والليالي والاشهر خدمتكم رحمة الله الله يخليك يا عزيزي اي نعم تفضل تفضل هاي ما لاتختم باليمين وزيارة الاربعين صلاة الواحد وخمسين رواب هاي الواحد وخمسين انه تفضل 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 اسماعيل اي اي بس واحد هاي الصلاة الواحد وخمسين اي نعم اي يعني تريد تسأل شنو صلاة الواحد وخمسين اي بالضبط خوف احسب انت اه صلاة الصبح ركعتين و نافلتها ايضا ركعتين وصلاة وصلاة الظهر اربع ركعات ونافلتها ثمانة ركعات وصلاة العصر اربع ركعات ونافلتها ثمانة ركعات وصلاة المغرب ثلاثة ركعات ونافلتها اربع ركعات وصلاة العشاء اربع ركعات ونافلتها ركعتين من جلوس تحسب بواحدة وصلاة الليل اهدعش لما تحسبهن كلهن تلقاهن واحد وخمسين خلي اتصالك وياي إسماعيل عبر الهاتف قلل من التلفزيون صوت التلفزيون قلل لحتى نقدر نتفاهم وانوياك بل نسمع وعد يسمع الثاني بالضبط بالضبط خدمتكم رحمة الله وعلا ووالديكم أهلا وسهلا ومرحبا بل رعد من بغداد تفضل أخ رعد رعد من بغداد تفضلوا تفضل أخ رعد أنت الآن على الهواء مباشرة عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا سيدنا العزيز نعم نعم كمل أخ رعد كمل سؤالك على مود ورث عندنا واحد من درايدنا نعم شايف شبير أنت شال الفلوس وانطه اللووي خوش قلنا ذمم لقلنا ظني الفلوس لا تطيهن الأهلي لا الأهلي ولا الأقاربي نعم لأن الفلوس إليك شاخن أنت تلوجها لك وتتوبل من ناموز تطيهن بتواب يعني رزا تطيهن صدق تطيهن غيرهم أي هي بذمته لأن هو موصة شلون يسوي هاي السواية شاهية شنو الوصية شنو معنى الوصية الوصية غير أنه أنا وصيك من أموت تسوي هذا اللي وصيتك بي شا أنت من تودين للوراثة وتقلهم هاكم وكلوها هاي يسموها خيانة والله يا سيد أنا هم حاير بيهم وهو هم راح استشرع عليهم ما حسين نعم لا ربما ما أكو بيها فشي آخر أنت متعرف يعني يعني عرفان هي صار الحشي قدامك إذا صار الحشي قدامك شون استشرع وقال له له مثلا ردها للوراثة هذا مثلا شاهية شنو معنى الوصية من بعد وصية يوصى بها أو دين القرآن موجودة آية واضحة أنه الإرث إش وكت إذا أكو وصية أو دين الوصية والدين قبل الإرث كنت تتنفذ فإذا هذا اللي وصى والدك وقال له سوي لي كذا وكذا إشلون يخالف الوصية ويروح يرد الفلوس إلى أهلها ما يصير شاهد شنو معنى الوصية بعد غير المعنى الوصية أنه أنا وصيك تنفذ خوة موت رح يتوديها لغير مكان على العموم ما دام هو يعني استشرع لربما أكو بيها مثلا كلام آخر أنت متعرفه فلربما يعني يعني اللي استشرع عنده افتهم شيء آخر غير اللي أنت نقلت إلي لربما هكذا نقول بلي زي سيد نأسان جاي كل سنة و سنة أنت بتواف هذه الحجية أنت مبردة أنت جهاز تدريد غيره أنت من يهمك يعني تبرعا بقى أبو أبو يهم رحل رحمة الله ها الله يرحمهم اثنين آتهم أنت فعلك هذا من تقول أنا أنطي بثواب كذا وأنا أنطي بثواب كذا هذا من عندك تبرعا أخرى تبرعا و أنا سيد سويا أنا أنا ما أراد وكان أبو ي شوي الخاص ما ما يقدر نكسر كلام يخلوه ويبدأ نفسه فأبو يهم ما تم طاق عمرك أما أنت ما يخالف أخرى بس فهمني أنت شوي ركز وياي حتى في سبيل خليك ويا بالتليفون لا تباوع بالتلفزيون لأنه أكو فرق بين التلفزيون وبين الحديث على الهاتف أنا اللي أقز أنه أنت تبرعا من عندك هذا اللي تطي ما لك علاقة بفعل والدك فعل والدك هذا ما لك غرض به أنت بالنسبة إليك بعد ما واجب عليك فالشي أنت هذا تبرعا من عندك أنت تطي بثواب فلان وتطي بثواب فلان هذا أجر الله سبحانه وتعالى يثيبك على هذا العمل وينطيك أجر عليه هذا مو معناه أن أنت ملزم بالوصية هذا ما لك علاقة لأن مو أنت الموصى والدك هو اللي وصوه خالف أنت ما لك علاقة واضح المسألة ما لك علاقة براح استشرع ما راح استشرع أنت ما لك علاقة بالنسبة أنت إلك أنت الإنسان الحي الآن أنت عليك فالشي واجب لا ما عليك شي واضح المسألة واضح المسألة أحسنت أنا أبوه من غير ما يعرف أبوه شيلت الفلوس مليون وضميت عندي للدنا أطين الثوابه وللازال مليون لحد الآن عندي لازم تطي بثوابه بعد وإن كان ميجوز لك أنه تشيل أنت من دون أن يدري ومثلا وتخلي يمك هذا غير جائز إلك ولكن ما دام الآن عرفت بالمسألة هذا أنت شيله وانطي بثوابه بلي دفعة وحده أطين مليون نعم أطين مليون دفعة وحده شوف مثل فخرة أو ناس جاي أي بلي شنو هو غير ثواب لهذا الميت انطي بثواب هذا الميت أهلا وسهلا ومرحبا بك أخ رعد بلي الأخ رعد وكذلك بعض الأخوة اللي اتصلوا نوعا ما احنا نوهنا عن هذه المسألة سابقا وقلنا أن الاتصال ينبغي أن يكون يعني بشروط معينة منها أنه يعني يكون الاتصال فقط في الهاتف من دون متابعة التلفزيون ليش لأنه يوجد فرق بين ما هو موجود في شاشة التلفاز وما بين الاتصال مثلا بالهاتف لأنه الاتصال بالهاتف مع التلفزيون يوجد فرق زمني تقريبا يعني بسبعة إلى عشرة ثواني وهذا رح يخلي إرباك في الاتصال عدنا اتصال من السماوة أبو رضا من السماوة نعم أهلا وسهلا ومرحبا بك أبو رضا السلام عليكم مولانا عليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا ومرحبا الله يشهد من خيرنا سيدنا بنوزحنا عليك نعم الصيام المستحى بشهر رجاب وشهر شعبات نعم سير الصوم هلوانا بذمتي قضاء هاي لا إذا بذمتك قضاء ما يصير تصوم المستحب هذه المسألة خاصة فقط بالصيام يعني شوف مثلا بالصلاة يجوز لك أنت حتى لو بذمتك صلاة تقدر تصلي مستحب مثلا أما بالصيام لا يختلف في المسألة بالصيام أكو دليل خاص أنه اللي عليه قضاء ما يصير يصوم مستحب نعم سنين سابقة يعني ماذا أسمعك أبو رضا مولان سنين سنين قديمة يعني قبل يعني هذا القضاء اللي بذمتك ما لسنين قديمة نعم إيه لازم يكون هو هذا اللي تقضي ما يصوم مستحب ما يصير السوم مستحب يعني قضاء تقول أصوم قضاء نعم في ذمتي بها الصيغاء ممنون مولان الله يخليك يا عزيزي أهلاً وصلاً ومرحبا بك يا أبو مبارك بحضرتك الله يخليكم أبو رضاً منذي قار يوسف يوسف من ذيقار تفضل السلام عليكم سيدي عليكم السلام ورحمة الله أهلاً وسهلاً ومرحبا تفضل أخي يوسف الله يحب الله ممكن سؤال نعم تفضلوا أنا عمري تقريب 33 سنة الله يطول عمرك إن شاء الله وتقضي بالطاعات على راسي تسلم وعندي جهال خمج جهال نعم بس يعني مشكلة بص خلاة الصلاة ما جاي ألتزم بالصلاة يخل ما صلي وعشرة لا بالدوام هناك ومي بارد وأقطع مشكلة مشكلة والله برمضان ألتزم يعني باتشري مثلاً إن شاء الله مثلاً نقول العيد بليلة ما هاي خلص تضح تصلاة أنا أنت من يدي أزور يعني يعني الحمد لله وشكر ما عندي يخسر بس الصلاة مشكلة ومشكلة فيه لا خلي السيد لا الشي ما أفاد يعني شونا نقول شيطاني قوي هي ما كو شيء اسمه شيطاني قوي أنا خلي أختصر لك إياها الله أخي يوسف عزيز هاي مسألة شيطاني قوي مو صحيحة أنا بنظري على الأقل إنه ما المسألة شيطاني قوي مو صحيحة وإنما هو الإنسان بإرادة عدة إرادة يريد يعبد الله سبحانه وتعالى يريد يعبد الله حق عبادته شلون يلتزم بأوامره وينتهي بنواهيه هاي أولا من أوامر الله سبحانه وتعالى على الإنسان يقل له صلي زي الصلاة بيها تراتيب يعني معروفة لما انتسأل أي واحد يقل له شوال الصلاة يقل لك أول مرة لازم تكون التعالى طهارة والطهارة تعني إما أن تكون متوضع أو غاسل مو صحيح له لا يا بل الماء بارد ما أقدر أجهب الماء مثلا يمرضني إذا إذا مثلا رحت توضيت أو ماء قليل الله سهل لك إياها قال لك تيمم حط اضرب إيدك بالقاع مرة واحدة وينكث إتيك من التراب وامسح جبهتك وامسح إيدك اللي منه منا وامسح إيدك اللي إسره منا انتهت صرت التعالى طهارة روح صلي بعد صحيح تخفيفات تخفيفات رب العالمين يعني هذا التكليف بالذات جعل فيه تخفيفات كثيرة يعني ترى الصلاة مو صعبة تمام هي كل ما هناك إنت تحتاج منك إلى إرادة هسا مثلا أعطيك فهذا مثال أخي يوسف وهذا مثال مشهور عندكم أنتم بالناصرية الواجبات ما للعشاير تمام تحكله تعبان مرهق جاي من العمل ما تقدر يشين إيدك بس إذا عندك واجبة تروح لو ما تروح لا أروحا والله صحيح أنا قبل ثلاثة يارب السماء وانا هذا شيخنا توفى الله يرحمه ورحمه الله يرحمه رجحنا الآن الصلاة اعتبرها واجبة مو واجبة عشائرية الساملة تعتبرها مواجبة شرعية اعتبرها واجبة عشائرية ولازم توقف تمام فأنت هم اعتبرها إيه شي هم اقدم عليها قول هاي واجبة لازم أروح أفرش السجادة على الأقل علم أولادك خلي أولادك يشوفوك تصلي لأنه هم يتبعون أبوهم وأمهم الأب والأم إذا بال داخل البيت كله صلاة وتعال وجيب السجادة وجيب التربة وأذن ها أذن لو بعدها من القبيل هذا تسوفت نوع من الحركة من الحركة مجتمع يعني فالطفل رأسا مباشرة راح يلتقط هذا المنظر هم إليك بها ثواب أنت الجيل القادم اللي جيل الوراك أنه طلع جيل متدين ملتزم صائم مصلي هذا هم تكليف إليك والله يا سيد على رأس يعني حتى حتى بإمكاني تصلي ومنشاف أثنين قطعت الصلاة عم شوية شوية أو تماتيكية أنا سعبة وياي شين عاي طبعا بالمناسبة هاي أكوى إلها آثار ترى وضعية سلب التوفيق أيضا من منها يعني ملتزم بالدين وآل التهمين وأخواني بالنسبة إليك بالنسبة إليك أيخ يوسف هذا نوعا ما أيضا هم يسلب التوفيق أنت من تقطع الصلاة لأنه الإنسان إيش يحتاج بها الدنيا هاي غير توفيقات والله حتى حتى وركة أبرات بي ما جاي يعني كفرات رحم الله والديك ومنها القبيل أنت أنظر إلى هاي المسائل على العموم نرجو من الله سيد العديد ملالك المؤفقية والله يعله أقامك وتحياتي إليك تحياتي شكرا لك أهلا وسهلا ومرحبا بيك أحنا أيضا من هالقبيل ندعو لك أخ يوسف أن تثبت على صلاتك إن شاء الله من بغداد أم محمد أم محمد من بغداد تفضلي أهلا أهلا وسهلا ومرحبا أهلا بيك سيدنا شلونك سيدنا الله يهضبك الحمد لله هتفت سؤالين سيدنا سؤالين الأول الأول أنا أندي يعني صلاة قضاء صلاة صيام قضاء خليت فلوسا على صفحة لحظة صلاة صيام لو ثنين لا تنسوا هي ثنين لا تنسوا أنا خليت فلوسا على صفحة قالوا لديها مالكة ثلاثمية وخمص فدية قصدت الله يحب قصدت قصدت فدية قصدت مالصيام هاي شوكت هاي قبل ثمانت شهر لكن هس حاليا صار أكتر لأن الدولار صحت جلس جد أسوي سعرها قصدت الفدية مالصيام مو ايه فدية مالصيام والصلاة يسوي ثلاثمية وخمصداش طبعا للصلاة ماكو فدية الفدية فقط للصيام ما أدري يجوز بس مالصيام ايه بس مالصيام المهم هو كون سعيف كمن الفلوس المهم كون اثنين وعشرين كيلو ونص هي هاي الفدية تدفعيها عن كل شهر مالصيام عن كل شهر انتي مطلوبة اثنين وعشرين كيلو ونص اثنين وعشرين كيلو ونص باش تشتريها بياسعر تشتريها ايه كل شه كل كل وقت بوقته نعم هذا انطي سيدنا كل شهر ده انطي ندباك درسوا ما ضرب ابرمال انسولين عندي سكر والدكتور منعني على مدعيوني يعني تنعمي صارة خمر نعم هذا من الصيام هاي الصيام المطلوبة عليها صارت عليها فلوس هواية خلتنا على صفحة من اموت يطهن بالبقراء يعني مثلا البيت المال سيد السستاني مؤسس وليش يعني لما تموتين الله يطول عمرك ان شاء الله ليش لو تموتين دعم حال سيدنا كل شهر ازويه ايه تقدرين ايضا تقدرين ايضا تطهن حتى لو بحياتك ايضا مو الا مو الا بعد الممات نعم ما تسريك مات الصيام المتعمد والصلاة المتعمدة ها قصدتش يعني لحظة 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 بس خلي ام محمد خلي شوي نتأنى بهالموضوع يعني المقصود انه هذه مو فيدية يعني المقصود هذه كفارة كفارة الكفارة هذه وليست مو فيدية الكفارة اللي هي اطعام ستين مسكين نعم نعم هاي الكفارة انت بكيفتش تريدين تطيها الان بحياتيش او تريدين تطيها مثلا توصيني الورثة ان يطوها بعد مثلا بعد عمر طويل هاي انت بكيفتش بس بس هاي تطيب بعد الممات بس الكفارة هسه حاليا سوت 315 هاي 315 زادت سعر ايه لو بخد على 315 قبل ما تجهر قبل 100 ساعد الدولار ايه على جاعة هذه طبعا هي بنام اطعام والطعام هذا ايضا يعني هو مرتبط برفع الدولار وخفض الدولار اكيد رح يختلف ايه نعم اكيد رح يختلف يعني تقلت الصور يسير الفلوس هاي حتى يجي هذا ابو المؤسسة حين اعطيها يعني كل مرة سهلة انتي 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 تقدرين تراجعين هم تراجعيهم وهم يحددون لتش المبلغ بحسب يومها اين بلي انا حاليا حاليا ما اقدر بلي سؤال شو الثاني الثاني انا عندي سيدنا الله يحب صحيح احتي ساير اجي من وراء السكر هذا ثلث دار يعني اجي اخ سألو انا من حمام اجي ارد صلي وهنا نقطة نزت رهد مرة ثانية من ثالث مرة رهد يعني ما يصير هالشار داب لا حبوب يتوقف على غفل يصير عندي هالحالة يصير يعني انا ذاك اليوم يصير عندي يعني اسوي تيبون فهمون احنا هذا يسموه سلس البول هذا عندنا احنا بالشريعة يسموه سلس البول وهذا شنوه يعني واحد يدخل الى الحمام بعد ما يعني يتبول يتدرر ويخلص وينظف روحه يطلع يتحفظ يسوي مثلا نوع من حفاظه شلون حفاظة الصغار يتحفظ ويأدي عباداته حتى لو يعني في الاثناء نزلت مثلا في شيء معين او حسبي اكو قريب من يم يقطع الصلاة يعني بدون ان يلتفت لا يمنى ولا يسرع ولا الى الخلف اكو يم ماء بطل ماء مثلا وصحا يتوظى بي ويرجع يواصل الصلاة من حين من حين اقتطحها من وين اقتطح الصلاة مثلا بركعة ثانية وتوقف يرجع من الركعة ثانية ويواصل بعد ما يتوضع يكون يخلي ماء بصفة بلي يعني يستمر بالصلاة ايه نعم يستمر بالصلاة اولا بالبداية يطوب للحمام يتنظف يتحفظ يتحفظ يجي يوقف على السجادة اذا في الاثناء خرج شيء من البول اكو يم اكو يم هنا بطل مال ماء ومثلا نجانة صغيرة من دون ان يلتفت الى الوراء يتوظى ويرجع يكمل الصلاة مو يعيدها من البداية يرجع يكمل وين وقف ويكمل الصلاة يستمر بالصلاة وهو متحفظ وهو متحفظ نعم الله يحبك الله يخليك اهلا وسهلا ومرحبا بيك يا امو محمد من ميسان ابو محمد انقطع الاتصال مع ابو محمد ان شاء الله يعاود معنا الاخ من ميسان بل نرجع الى السؤال اللي ابتدأنا بالبرنامج وهو اذا يعني خلنى اختصر نقول ملاية وتقرأ مثلا او عدها محاضرة او مو شرط ان تكون ملاية مثلا دكتورة مثلا عدها محاضرة وتحاضر في كلية هاي مهنتها يعني يجوز لها ان تتحدث بهذا المستوى مستوى الالقاء العلمي مثلا وهذا جائز الها وماكو اي شكال الملاية هم نفسي شي هم عدها محاضرة علمية وتلقيها على النساء رجع معنا ابو محمد من ميسان تفضل سيدنا عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسلم ومرحب سيدنا نرجو الله بالدعاء بالدعاء يا ابو محمد على انه ان شاء الله يمكنك ويشفي مريضك بحق محمد وعلي محمد ابو محمد انقطع الاتصال مع ابو محمد ابو رقية من البصرة ورقة بيع لو دين اما اذا دين بها الصورة هذه فهو ربا ربا محرم اما بيع ماكو واحد يبيع حاجة يعني بالدين مثلا يبيع حاجة بالسلف تمام وياخذ عليها اجرة كل شهر خمسة الاف ماكوششي هذا بيع باطل هذا النوع من البيع باطل لا يجوز ما يصير بيع شهريا نعم بيع شهريا ما يصير مثلا تبيح المدة خمس تشو اذا تبيح لا 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 اذا تبيح انتشك عشرة ورقات مثلا واتفقتوا على السعر وانا انطيك بعديا السعر هذا اللي اتفقنا عليه انا انطيك يهن بعد ثلاثة شهور بعد شهر بعد خمسة شهور بحسب الاتفاق هذا جائز وما بيه اي اشكال لان انت بعت حاجة بعت حاجة والتاني سعرها العفو والتاني الثمن ما لتا يجيك هذا النوع من البيع لا اشكال فيه اما انه تبيح حاجة وبسعر معين ويطيك اجرة عليها كل شهر خمس تالاف هذا بيع باطل مشكور سيدي من كربلاء بس الحسارات بقرار تحلى روحي وشلون صلاحة شلون حاجة قبل شوية شرحت انا لواحدة من المتصلات بلي عن هاي المسألة تمام اي هي نفس العملية اذا عندك اذا عندك خفة مائية تدخل للحمام اه وتتنظف وتسوي الخراطات التسعة تمام بعد ذلك تتحفظ وتطلع تمد السجادة وتريد الصلي وتخلي يمك بريق ونجانة حتى اذا طلعت طلع من عندك الادرار اثناء الصلاة انت مباشرة تقطع الصلاة وما تلتفت الى الوراء وتتوضى وترجع مرة ثانية اتكمل صلاتك اه مشكور بل الله يخليك اهلا وسهلا ومرحبا احمد من البصرة تفضل اخ احمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا ومرحبا سيد عندي سعر نعم ادنى الحدية والدتي بالي اتاقل نعم وما تقدر الصوم هي في شهر رمضان سيد الطريقة يعني بها ما شهر رمضان يعني هي جربت نفسها وما قدرت على الصوم اتاقل هي لازم يومية تاخد علاج اه يعني الدكتور مالتها ما نح من الصوم ما نح من الصوم سألتها هي في الشي قيمه هو الدكتور قالها صبح تاخذين علاج والظهر وليس ها يعني سألتها عن خصوص الصيام لا هذا اريد السؤال سألتها على خصوص الصيام مثلا قالت لا اقدر اصوم لو لا هي ماش جربت ثلاثة ايام وما قدرت وما قدرت بني شقد عمرها الله يخليها والله عمرها تقريبا اربعة وسبعين سنة اربعة وسبعين سنة العمر المديد تقضيه بالطاعات ان شاء الله بحق محمد الواجب عليها اذا اجر رمضان الواجب عليها هو دفع الفدية وليس الصيام الصيام مو واجب عليها بعد الواجب عليها الفدية والفدية مقدارها 22 كيلو ونص عن كل شهر من الطعام حنطة شعير طحين الحنطة طحين الشعير تمور زبيب مثلا 22 كيلو ونص الدفعة الى الفقراء رحم الله سيدنا بس سؤال ثاني سؤال ثاني نعم السيدانة عندي سيارة شبيرة وعنده ولا الساحبي يجيب سيارات سيارات بالأفصال نعم وانا جيب من عنده بالأفصال وياخذ عن الأفصال هو مثلا الساعرات يجيب الزود خمس ورطات هو ياخذ عن خمس ورطات ورطة وانطيك كل راس شهر ورطة ايه هذي معاملة يعني ما ماكو بيها اشكال ما بيها اشكال نعم هو دا يشتريها ودا يبيحها عليك ايه بس من يبيحها عليك يبيحها بالأقصار متمام ايه هو يقول يروح للمحل صاحبي واخذ من عنده وانا وانا اعطي وانا سدده وانت بعد ذلك تسدد هذا صاحبك ايه ماكو اشكال بل ماكو اشكال بهاي المعاملة مشكور سيد الله يخليك يا عزيزي اهلا وسهلا ومرحبا البني وصلنا الى ختام وقت البرنامج ان شاء الله نلتقيكم يوم الاربعاء القادم بنفس هذا التوقيت الى ذلك الحين نستوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك يا لا اله إلا اشتركوا في القناة يا رب سبحانك سبحانك يا لا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة